ناقش الأستاذ مبخوت مبارك بن ماضي محافظ محافظة حضرموت مع الأستاذ مصبح البحثني نائب المدير العام لمديرية الشحر احتياجات مديرية الشحر من المشاريع في عدد من القطاعات الخدمية وخاصة التي تمس حياة المواطنين واطلع المحافظ خلال اللقاء على أهم احتياجات المديرية وسير العمل في المشاريع الجاري تنفيذها في عدد من القطاعات الخدمية في مجال المياه والكهرباء والصحة والأشغال العامة وطرق واكد ان المحافظة تولي جميع مديريات المحافظة اهتماما كبيرا من حيث توفير الخدمات وتحسين مستواها وفي اللقاء تم مناقشة احتياجات متطلبات المديرية في عدد من المشاريع منها رص وطبليط الشارع البحري وانشاء قاعة الملاحي للثقافة بالشحر وانشاء مبنى كلية المجتمع وإعادة تأهيل المجمع الحكومي ومصلحة الضرائب والخط الناقل للمياه الممتد من الموجة حتى المنصورة ومحطات الرفع والمعالجة للصرف الصحي بمديرية الشحر والمرحلة الثانية من مشروع إعادة ترميم دار ناصر وحصن الحامي وضريح الشهداء السبعة وطريق الأرياف وادي عرف والواسط وخرد ويمعوض موجها المحافظة الجهات المختصة بتحديد الاحتياجات الطارئة للمشاريع لتدخل السلطة بالمحافظة لتنفيذها وخاصة الجوانب الخدمية المختلفة بالمديرية والتي تمس حياة المواطنين ترجمة نانسي قنقر